اشتركوا في القناة ابدأ على بركة الله اولا نقوم بالذهاب الى استيراد الملفات التي سنقوم بالعمل عليها لاحظ هذا الملف فيه كل الذي نحتاجه لاحظ نقوم بتصديرها الى هذا المكان لاحظ هذه هي الصورة وهذا هو الفيكتور نقوم بالغاء التجمع لاحظ هنا الامر بسيط جدا لدينا هذه الصورة هنا ولدينا هذا الفيكتور هذا الفيكتور يمكنك التعديل عليه كيفما شئت لاحظ تغيير اللون لاحظ يمكنك التغيير على العقد كيفما شئت على عكس الصورة الصورة لا يمكن التعديل عليها لانها عبارة عن صورة نقاطية تعمل بالبيكسل اما هذا ففيكتور يمكنك ايضا تعديل الشفافية هنا نحتاجها يعني في القيمة 50 حتى نرى الذي تحتها نعود للعمل الآن لاحظ كيف نقوم بعمل التأثير نقوم بإحضار الفيكتور هنا احرص على أن يكون فوق الصورة لاحظ نقوم بالسحب مثلا هكذا لاحظ ثم نقوم بالضغط على shift وتحديد الصورة ثم الذهب إلى القائمة المنسدلة object ثم clip set clip لاحظ هذا كل شيء الآن حصلنا على صورة متقطرة كأنها منقوعة في زيت أو ما شابه وتحديد هذا التأثير الجميل كان هذا كل شيء فيما يخص درس اليوم أتمنى أنكم قد استفدتم ألقاكم في درس قادم ش应ة